إذن على بركة الله هم بدأوا بتمرين الأول لنحسب العدد A تساوي 1 ناقص جوج زائد 3 ناقص ربعة زائد 5 ناقص 6 زائد إلى آخر عدد وهو ناقص 2020 والعدد لقبل آخر وهو 2019 إذن الملاحظة الأولى هو أن الأعداد الفردية الإشارة ديالها موجبة والأعداد الزوجية الإشارة ديالها سالبة أي أنني بإمكاني نكتب العدد A بهذا الشكل هذا 1 زائد 3 زائد 5 زائد 7 مثلا زائد العدد الآخر هو 2019 إذن العدد قبل آخر يكون هو 2017 و17 إذن زائد الأعداد السالبة أو اللي عندها الإشارة السالبة ناقص جوج ناقص 4 ناقص 6 ناقص 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 العدد الآخر هو ناقص 2020 إذن العدد قبل آخر هو ناقص 2018 إذن نضحتهم زيان هو أنه عندي العدد A هو مجموع الأعداد الفردية زائد مجموع الأعداد الزوجية السالبة وبإمكاني نبتل نغير تعبير A وغير صباح بهذا الشكل هذا A تساوي 1 زائد 3 زائد 5 زائد زائد حتى الآخر العدد هو 2019 هنا بإمكاني نعمل بناقص الصباحية ناقص جوج زائد 4 زائد 6 زائد والعدد الآخر هو 2020 بمعنى هنا حصلت على فرق عددين العدد الأول هو مجموع الأعداد الفردية من 1 ل2019 ناقص مجموع الأعداد الزوجية من جوج حتى 2020 إذن لا اعتبرنا هذا هو العدد B وهذا هو العدد C إذن A هو فرق العددين B ناقص C إذن لنحسب العددين B والC إذن أول حاجة اللي نعرفها هو عدد الأعداد من 1 حتى 2020 إذن عدد الأعداد من 1 حتى 2020 هو 2020 عدد إذن بالنسبة للأعداد الأعداد الفردية هي 2020 نقصها على جوج بما ننص الأعداد الأعداد الفردية هي 1010 بالنسبة للأعداد الزوجية بنفس الطريقة العدد ديالها هي 1010 إذن الآن لنحسب العدد B إذن لحساب العدد B هناك مجموعة من التقنية المستعملة واللي كنستعملها نحن نختاره التقنية اللي كنجمع B مع نفس العدد B ولكن تنقلبه في الحالة الثانية بمعنى العدد B هو 1 زائد 3 زائد 5 زائد حتى الآخر عدد وهو 2019 والعدد لما قبل آخر هو 2017 إذن التقنية هي أنني سنأخذ هذا العدد B وتنقلبه وكنزيده عليه إذن زائد B تساوي إذن نفس العدد B ولكن قد نبدأ من الآخر أجيني هي 2019 زائد العدد لما قبل آخر هو 2017 وتبقى هذه بنفس الطريقة حتى سنوصل العدد ما قبل الأول اللي هو 3 والعدد الأول اللي هو 1 بعد الآن كنجمع العددين B وB كنجمع B لأن نفس العدد بيعه هو لأف المرة الثانية خذته مقلوب يعني من الآخر حتى الأول إذن الآن سنجمع عمليات الجمع 1 زائد 2016 هي 2020 3 زائد 2017 هي 2020 إذن بنفس الطريقة الخمسة زائد 2015 هي 2020 سنجمع عدد ما قبل آخر 2017 زائد 3 هي 2020 زائد 2017 زائد 1 هي 2020 إذن الآن تتلاحظوا أن العدد جوج B هو مجموع من الأعدد الفين وعشرين زائد الفين وعشرين زائد الفين وعشرين وهي آلف وعشرة مرة بمعنى النتيجة تساوي هي آلف وعشرة مرة مضربة في 2020 إذن العدد جوج B هو العدد هذا هذا يعني أن العدد بي تساوي آلف وعشرة مضربة في 2020 وهذا نقسمها على جوج إذن أنا نقسم العدد الأول العدد الثاني الفين وعشرين على جوج سنحصل على آلف وعشرة في آلف وعشرة للنتيجة هي آلف وعشرة أس إثنان إذن العدد بي هو آلف وعشرة أس إثنان الآن لنحسب العدد السي اللي هو مجموع الأعداد الزوجية من جوج حتى الألف وعشرين إذن بنفس الطريقة إذن سنأخذ العدد السي سنزيد عليه العدد السي مقلوب يعني من الآخر إلى الأول إذن 2020 زائد 2018 بنفس الطريقة زائد العدد ما قبل الأول غالي يكون ربعة زائد العدد الأول اللي هو جوج إذن الآن عمليات الجم سي زائد سي هي جوج السي 2020 زائد جوج هي 2022 2018 زائد جوج هي 2022 وبنفس الطريقة نبقى هذه العدد ما قبل الأخير 2018 زائد ربعة هي 2022 زائد العدد الآخر اللي هي 2020 زائد جوج هي 2022 إذن بنفس الطريقة عدد الأعداد اللي عندي هو آلف وعشرة مرة إذن العدد الجوج سي تساوي هي آلف وعشرة مضروبة في هذا العدد اللي هو 2022 زائد 2022 زائد 2022 مية ألف وعشرة مرة إذن نضربوا آلف وعشرة مرة كالطريقة الصعبية أو كالعدد بي في 2022 إذن الآن العدد سي تساوي آلف وعشرة ضروبة في 2022 مقسمة على جوج إذن نقسمها العدد الأخير على جوج إذن هذا هو العدد سي إذن الآن العدد أ يساوي بي ناقص سي تساوي آلف وعشرة وإثنان ناقص آلف وعشرة في آلف وعشرة إذن أريد نديرو أحد عملية للتعميل بسيطة اللي هي بالآلف وعشرة عمل أجني آلف وعشرة ناقص آلف وعشرة آلف وعشرة ناقص آلف وعشرة هي ناقص واحد إذن النتجة هي آلف وعشرة مضروبة في ناقص واحد والنتجة النهائية أ تساوي ناقص آلف وعشرة نمر إلى السؤال الثاني لكنbitte لدينا اكس عدد حقيقي سالب حيث أكس أس إثنان محصر مابين واحد وثمنتاش إذن لنؤطر العدد اكس اس إذا لدينا اكس أس إثنان محصر مابين واحد وثمنتاش إذن جضر مربع اكس أس إثنان أريد تكون محصوره مابين جضر مربع ثمنتاش وجضر مربع واحد وبما أن العدد X سالب إذن جذر مربع X التي تكتب هي ناقص X محصورة ما بين جذر 1 وجذر مربع 18 الآن لا ضربنا العدد X في ناقص 1 إذن الطرفين قندربهم في ناقص 1 وكيتبدل الترتيب إذن قد صبح إذن ضربوا هالتأطير كامل أو هالتأطير متفاوتات في ناقص 1 إذن تناقص X تضرب في ناقص 1 ولكن الطرفين تهو ما يتضربوا في ناقص 1 ولكن كان بتلو الأماكن ديالهم كتولي هي ناقص جذر مربع 18 هنا وفي الجهة الأخرى هي ناقص جذر 1 هي ناقص 1 إذن العدد X السالب محصور ما بين ناقص جذر مربع 18 وناقص 1 بسم الله إذن التمرين الثاني هو بوسيط ثلاثة عدد حقيقية موجبة قطعا لنبين أن هذا العدد لفليا صار أكبر من أو تساوي العدد لفليا مين إذن الطريقة التي تنطيره هي فرق العددين ثم دراسة الإشارة إذن العدد الأولي هو A2 على B زائد B2 على C زائد C2 على A ناقص A ناقص B ناقص C تساوي إذن الآن كان مجموعة من الطرق طريقة لدرتها في الأول ورقيتها طريقة شوية طويلة وصعبة هي توحيد المقام لك توحيد المقام لهذا الأعدد هذا كتحصل له أحد العدد التي تصعب دراسة الإشارة دياله ولكن من بعد ما أخدمتها الثماني المرة الأولى والثانية والثالثة لقيت واحد طريقة هو الناني سنحاول نأخذ عدد من هذا الأعدد التي تشوفها أمامكم مع واحد من هذا الأعدد ونحاول لقاء متطابقة هما أولى أو ثانية لكي نخرج منها بعد التعميل عدد على شكل مربع لكي يسهل دراسة الإشارة دياله إذن أنا أختارت هذا العدد سنكتب A. إضاء B. هذا العدد وضع اللقاء. ذاتهê ÷ J وسar. المخصort هدف المقام المخصص n. المخصص يطول المخصصau كلها. غادي نحصل على تساوي ا اثنان ناقص او بي بالنسبة لعدد الاول. زائد بي اثنان ناقص بي سي على بي على السي بالنسبة لعدد الثاني. زائد سي اثنان ناقص اسي على على اف العدد ثالث. اذا كل عدد غادي نخدمه بوحدته. اذا هنا بالنسبة للمقام دير كل عدد مقام موجب. ما كنتجي مشكل. اذا الان دراسة البسط وبسط كل عدد. اذا صحب علينا رسوه بها الطريقةنا لان ما اهتم معلومة على العدد او العدد. بما انه يوجب الموجب قطعة اذا بالنسبة للعدد الاول. اط عدم الطريقة الثاني الحيثة في تنتين اي وثالث. لاحظوا بالنسبة للعدد الاول او البسط الاول. اس اتنين ناقص ابي. اذا انا عندي بداية متطابقة هامة يجب ان نكملها هذه. اسم دعوم الارت سنزيد ناقص AB واحدة اخرى بشي نحصل لنا ناقص وجه AB ولكن لازد ناقص AB ننقص ناقص AB لنزيد AB يعني كأنه مدر تواله وعددها متقابلها كي يعطي سيفان زائد محتاج ما دم عندي هنا ب يعني عندكم عندي ناقص وجه AB محتاج بس اثنان إذا غارد نزيد بس اثنان وننقص بس اثنان الكل على ب بنفس الطريقة غارد نخدم العدد الثاني ها تأتي هي بس اثنان ناقص بس ناقص بس زائد بس لأن ننقص بس اثنان زائد S أو س اتنان ناقص S أو س اتنان مأنا زيد عددال تنقص عدد فعليهم ما تأتي شي Бог سأناقص محتاج مع لأ س زائد آخر عدد لهو S أوس اتنان ناقص A من محتاج A من محتاج A من سوف وانمن محتاجar A من سوف نيرى بعد فى أعتنم انناقص واناقص محتاجا I'll now takeresm Oh the poi jetzt Aê2 über Aê2 ثم Ab أس 2 زائد A B ناقص B أس 2 الكل على B زائد العددتها تتعرف جني B ناقص C الكل أس 2 زائد B C ناقص C أس 2 الكل على C زائد بالنسبة لعدد ثالث جني هيا C ناقص A الكل أس 2 زائد A C ناقص A أس 2 نكمل الآن العدد الأول A ناقص B الكل أس 2 على B زائد هذا العدد هذا AB على B هي A ناقص B أس إثنان على B هي ناقص B زائد B ناقص C الكل أس إثنان على C هنا زائد B C على C هي زائد B ناقص C أس إثنان على C هي ناقص C هذا سيزال مباشر كان دير زائد C ناقص A الكل أس إثنان على A زائد A أس إثنان على A هي C ناقص A أس إثنان على A هي ناقص A إذن الآن عندي واحدة مجموعة الأعداد المتقابلة. عندي هنا زائد A مع ناقص A مشات. عندي هنا ناقص B مع زائد B مشات. عددها المتقابلين. وعندي هنا زائد C مع ناقص C. تهي أعداد متقابلة. إذا اللي يبقى لي في الأخير هي A ناقص B الكل اس اثنان على B. زائد B ناقص C الكل اس اثنان على الس. زائد C ناقص A الكل اس اثنان على A. ونعلم أن الأعداد A والس وبأعداد مجابة. وأن المربعات هي أعداد مجابة. عندي هنا هي عمليات للجمع. ومنه العدد دينا اللي حصلنا عليه أكبر من أو تساوي الصف لأن جميع الأعداد مجابة والمربعات كلها مجابة. وهنا عدنا عمليات الجمع. وبالتالي فرق العددين A اس اثنان على B زائد B اس اثنان على C زائد C اس اثنان على A ناقص A ناقص B ناقص C أكبر من أو تساوي الصف وبالتالي A اس اثنان على B زائد B اس اثنان على C ناقص C اس اثنان على A أكبر عفوا أكبر من أو تساوي A زائد B زائد C وهذه النتجة اللي طلبوا من بين الفين الآن التالت لنحدد العددين حقيقيين إكس وإي г ١ اللي الذانش يحقيقان الشروط التالية يعني لست تحقيق الشروط تالية. اكس اس اثنان زائد وهو اس اثنان تساوي ثلاثة. وإكس في Y تساوي ضبار باشوش مع اي اكس اس اثنان وآ دان صحيح و رفعت اكس اس اثنان ت Barb صحيحا صحيحا. إذا رفعت دانى عدد صحيحا اذا المعلومة الاولى جيه اكس اثنان زائد يساوي ثلاثة معنى الثانية تساوي مربع جوج إذن الملاحظة هناك X2Y هناك XY كيف تفكركم هذه المعطاية X2YXY كيف تفكرنا X2 X2Y X2Y بمعنى محتاج جوج هنا وهذه نحصل على متطابقة هامة الأولى منشورة والتي تعمل بهذه الشكل X زائد Y الكل إذن بهذه الطريقة نخدم لدينا نعلم أن X زائد Y الكل X2 زائد جوج XY زائد Y X2 زائد Y X2 زائد جوج XY هي جوج جضا مربع جوج إذن الآن لنبحث عن X و Y لدينا X في Y تساوي جضا جوج إذن إذا إعتبرنا X هو جضا جوج Y 1 بمعنى جوج جضا مربع جوج بإمكان نضربها في الواحد وبالتالي إعطائنا X هو جضا مربع جوج إذن Y يكون هو 1 وبالتالي 3 تكتب هي جوج زائد جوج جضا مربع جوج في واحد زائد واحد واحد ولا بغيت بش نعملها جوج هي جضر مربع اس اتنان زائد جوج جضر مربع جوج في واحد زائد واحد اس اتنان اذا كنت تعمل بهذه الشكل هذا جضر مربع جوج زائد واحد الكل اس اتنان اذا عملتها بالمتطابقة الهامة الاولى اذا لا اعتبرت ايكس هو جضر مربع جوج اذا ايكراك تصويرش البراحة يكون هو واحد او لا اعتبرت ايكس هو واحد ايكراك foundations هي جضر مربع جوج اذا احتنان زائد حالي لكن ايكس هو جضر مربع جوج وifi او لا اعتبرت ايكس هو واحد ايكس هنا جضر مربع جوج اذا هاكونه هادا هاذا هو التحديد للعددين ايكس وايكراك الان التمرين الرابع ليكون اباسي مثل communauté حيث زاوية ا ذاوية حادة ولازاكون اشأر المسخة العمودية للنقطة A على المستقيم B-C إذا السؤال لنبين أن جوج A-H-S-2 أصغر من أو تساوي A-B-S-2 زائد A-C-S-2 ناقص واحدة لجوج B-C-S-2 إذن ناخد علاقة دينا أول شيء سنديره في المقارنة هي فرق العددين الأول ناقص ثاني ثم دراسة الإشارات الشيء لنديره جوج A-H-S-2 ناقص A-B-S-2 ناقص A-C-S-2 وناقص واحدة لجوج B-C هي واحدة لجوج B-C-S-2 تساوي إذن لدراسة الإشارة هنا جوج A-H-S-2 هنا A-B-A-C-B-C إذن هذا العدد خاصنا نبحث عليه ونغيره ونكتبه على الشكل هو A-B-A-C-B-C لا ستطح أن نكتبه إذن أنه طابر المثلات A-H-B متلات قائمة زاوية في H نفس الشيء المثلات A-H-C متلات قائمة زاوية في H إذن حسب المباراة في طاوص المباشرة في المثلات الأول والتاني نحصل على في المثلات الأول A-B-S-2 حسب المباراة في طاوص المباشرة تساوي A-H-S-2 زايد H-B-S-2 بالنسبة للمثلات الثاني الواتصار هو A-C-S-2 تساوي A-H-S-2 زايد A-C-S-2 إذن الآن باش نحصل على A-H عندي في العلاقة الأولى العلاقة الثانية غاد ندير مجموع العلاقتين إذن A-B-S-2 زايد A-C-S-2 تساوي جوج A-H-S-2 زايد H-B-S-2 زايد H-C-S-2 إذن خلال هذه العلاقة جوج A-H-S-2 تساوي هذا العدد هذا ناقص هذا العدد يعني A-B-S-2 زايد A-C-S-2 ناقص H-B-S-2 ناقص H-C-S-2 إذن هذه العلاقة أو هذه النتجة جوج A-H-S-2 غاد نعودها هنا وغاد نكسب A-B-S-2 زايد A-C-S-2 ناقص H-B-S-2 ناقص H-C-S-2 عد ناقص A-B-S-2 ناقص A-C-S-2 زايد 1 على جوج B-C-S-2 تساوي إذن الآن عندي أعداد متقابلة وهي A-B-S-2 ناقص A-B-S-2 و-A-C-S-2 ناقص A-C-S-2 وحصلت في النهاية على هذه النتجة هذه ناقص H-B-S-2 ناقص H-C-S-2 زايد 1 على جوج B-C-S-2 إذن اللي يبقى الآن هو دراسة إشارة العدد ولكن صعب عليها لندرس إشارة عندي B-S-2 H-B و-A-C-S-2 إذن B-S-S-2 إمكاني نعوضها B-S-B-S-2 S-B-S-2 زايد 1 على جوج و-B-S-H-B زايد المسافة H-C ولكن ما ننساش S-2 تساوي لأن B-C تساوي H-B زايد H-C هل نكمل ناقص H-B S-2 ناقص H-C S-2 هنا زايد 1 على جوج وهذه هل نشرها الجنهية H-B S-2 زايد جوج H-B في H-C زايد H-C S-2 تساوي ناقص H-B S-2 ناقص H-C S-2 زايد 1 على جوج H-B S-2 1 على جوج هي H-B في H-C اختزال زايد H-C S-2 على جوج لا نساهل إذا الآن نجمع هذا العدد مع هذا العدد هذا وهذا العدد مع هذا العدد أو نحصل ناقص H-B S-2 زايد 1 H-B S-2 هي ناقص 1 على جوج H-B S-2 ناقص H-C S-2 مع 1 H-C S-2 بعد ذلك وحد ما قام هي ناقص 1 H-C S-2 زايد وبقتل H-B في H-C إذن هنا نلاحظوا مزيان هادرها متطابقة هامة وهو نعرف نخرجها إذن نلاحظوا معي إذا عملت بالعدد ناقص 1 على جوج سوف نحصل إلى H-B S-2 زايد H-C S-2 وهنا سوف نحصل ناقص جوج H-B في H-C تساوي ناقص 1 لجوج عامل ناقص معي مزيان هذه متطابقة هامة تانية من شوراء إذن التعميل لغد يكون على هذا الشكل H-B ناقص H-C الكل 2 إذن هذا العدد موجب أكبر من أو تساوي 0 لأن المربع دائما موجب و1 لجوج عدد موجب ولضربنا في ناقص 1 إذن العدد كامل الآن أصبح أصغر من أو تساوي 0 وبالتالي فرق العددين جوج A-H 2 ناقص A-B 2 2 ناقص A-C 2 زائد 1 لجوج B-C 2 نتجه أصغر من أو تساوي السفر وبالتالي جوج A-H 2 أصغر من أو تساوي A-B 2 زائد A-C 2 ناقص 1 لجوج B-C 2 وهذه هي النتجه التي طلبه مني نحققها أو نثبتها إذن جوج A-H 2 أصغر من أو A-B ناقص 1 B-C 2 ناقص 1 الموالي الآن الثمارين الخامس نسب النصف الدائرة التي قطرها A-B نسب النقطتين D وC مختلفتين النقطتين A وB إذن A هي نقطة تقاطع المستقيم D B والمستقيم A C F هي نقطة تقاطع المستقيم A D والمستقيم B C إذن لنبين أن منتصف القطعة F E أو E F يعني منتصف القطعة هذه ينتمي إلى واسط القطعة C إذن أول حاجة نبحث على منتصف القطعة E F والثاني حاجة بين أن ذلك المنتصف ينتمي إلى واسط القطعة D وخصنا نبحث على واسط القطعة D إذن تمرين غير يتقصم إلى جوج ديال الأجزاء إذن الجزء الأول لنحدد منتصف القطعة كما قلنا والجزء الثاني لنحدد واسط القطعة C إذن ملاحظة نعتبر المثلث A B C المثلث قائم الزاوية في C لأن وتروه هو قطرة الدائرة المحيطة به وبالتالي الزاوية B C A تساوي زاوية A C F تساوي 90 درجة إذن عندنا هنا 90 وهنا 90 هذا هو البرهان دي لها ونعتبر المثلث A D B هذا المثلث هذا بنفس طريقة قائم الزاوية في D لأن هو قطر الدائرة المحيطة به وبالتالي المثلث قائم الزاوية في D إذن عندنا هنا 90 درجة إذن احتى الزاوية B D F تهي فيها 90 درجة إذن هذا هو البرهان ديالها نكتبتلكم هنا إذن من واحد وجوج نعتبر الرباع E C F D هذا الرباع هذا لحت أنه عنده الزاوية C D متقابلتان ومتكاملتان إذن هذا الرباع هذا تعتبر رباع دائرة وبالتالي الرباع E C F D رباع محاط بدائرة نعتبرها C إشارة مركزها O إشارة كما كتشوف أمامكم لنحدد مركز هذه الدائرة C إشارة نعتبر المثلة C F القائم الزاوية في النقطة C حسب السؤال السابق وطره هو E F وبما أن هذه المثلة محاط بدائرة فإن الوطر E F وقطر هذه الدائرة C إشارة ومنه O إشارة هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلة والمحيطة بالرباع وفي نفس الوقت تعتبر O إشارة هي منتصف القطعة E F إذن بالنسبة البرهان هنكتبتلكم هنا إذن الآن نبقى نبقى نتحديد واسط القطعة D C إذن نحدد منتصف القطعة E F مركز الدائرة المحيطة بالرباع أو بمثلة السعر الآن نبقى ننحدد واسط القطعة D ونبين بأن O إشارة تنتمي إلى واسط هذه القطعة D C إذن الآن نحدد واسط القطعة D C الدائرتين C إشارة التي مركزها أو إشارة والC التي مركزها أو ستقاطع في النقطتين D والC إذن القطعة D C تعتبر وطر مشترك للدائرتين C والC إشارة وبالتالي القطعة O إشارة O تعتبر واسط للقطعة D هذه قاعدة ستكون ضبوطة صف القطعة E F وهي O إشارة تنتمي إلى واسط القطعة D وهي O إشارة O إذن إلى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله